وارجعنا تادي مشاهدينا وصلنا دلوقتي للفقرة مهمة جدا في نهارك سعيد نهاردة من ضمن الفقرات اللي كانت موجودة فقراتنا دي مش هتقلم اهمية عن اي فقرة عملناها قبل كده مبارح كان في مظاهرات في ميدان التحرير وفي القائد ابراهيم في الاسكندرية وفي جميع ما يدين مصر باسم جمعة مصر معاكم وده لنصرة الشعب السوري وتأييد سورته اعلان رفض واستنقار كل المزابح والمجازر اللي بتحصل هناك في السوريا واللي بيرتكبها طبعا بشار الاسد ضد شعبه النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير جدا تفاصيل كتير جدا وكل الاحداث الجارية اللي بتحصل في السوريا النهاردة هنتكلم فيها مع الاستاذة لينا الطيبي هي شاعرة وعضو المجلس الوطني السوري صباح الخير يا فندم اهلا بيك صباح النور اهلا وسهلا استاذة لينا ده مش اول مطلب او مسيرة تطلع وطالب بقاطع العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وما بين سوريا وعايزين كمان من ضمن المطالب المبادرة دي انه كمان السفير السوري يخرج برا مصر طبعا عايز اقال لحضراتك سؤال النهاردة لما يخرج السفير السوري برا مصر ازاي ممكن توصلوا الرسالة للنظام السوري هناك ازاي ممكن تتفاوضوا مع النظام السوري هناك من خلال على الاقل من خلال السفير يعني بالنسبة لنا كمعارضة نحن لا نتفاوض اصلا مع السفير السوري يعني حتى منطقة السفارة محرمة علينا كسوريين وقد حصل اقتحامين للسفارة السورية في مصر كما حدث في كل انحاء العالم ليس هناك اصلا علاقة بين المعارضة السورية والسفارة على الاطلاق ما يحدث ان السفارة تقوم بدور مؤذي جدا هناك ملاحقة لنا كمعارضين سوريين طيلة الوقت تهديد على امننا وحياتنا حقيقة كل معارض سوري موجود في اي مكان في العالم مهدد من قبل السفارة نفسه انا في اعتقادي ان هذه السفارة تقوم بدور سلبي جدا وكمعارضة فنحن اصلا في غناء عنهم يعني افهم من كده ان السفارة السورية هنا في مصر بتلعب دور ضد فائرين السوريين او للجاليات السورية في مصر هنا بالتأكيد حتى دور مخابراتي رفيع المستوى طب هيفيد بايه قطع العلاقات بين مصر وسوريا ايه نتيجة اللي ممكن ترجع من وراء فعل زي ده اولا نفسيا واحنا يعني كشعب سوري في حاجة كبيرة الان الى رفع معنويات نفسيا في ظل القتل والموت الهمجي الذي يحدث كل يوم نفسيا ستعطينا يعني دافع كبير للاستمرار ثانيا هي رسالة توصلها اي دولة لهذا النظام ان دورك انتهى يعني عندما تقوم مصر بطرد استفير السوري من داخل هنا معناها ان دورك انتهى وان الان الدور هو دور المعارضة فالمعارضة هي التي تمثل الشعب وليس انتك وده فعلا ممكن يغير يعني ممكن يغير في اتجاهات النظام السوري نعم نبدأ في الاساس انت تبدأين في التفاوض مع المعارضة كطرف ممثل للشعب السوري كبديل عن السفارة مين بقى اللي هيعمل كده؟ العالم كلهم يعني بدلا من ان يلجأوا الى السفارة في المفاوضات يلجأون الان الى ممثلين الشعب وهم الان مجلس الوطني السوري الفترة اللي فاتت بنشوف على تلفزيونات مناظر بشعة جدا يمكن انتوا عندكم انتوا بكرة او شهر الجاهة تكملوا سنة في نفس الوضع عايزك تكلميني عن القصف اللي بيحصل على المدن السورية في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي يعني مع امس كانت هناك قصف همجي على اغلب المدن السورية في مناطق ادلب وفي مناطق حمص وفي مناطق ريف دمشق تقريبا وحمام كل المناطق تعرضت لقصف شديد امس وهناك حصار امني غزائي من كل النواحي على اغلب المناطق تحديدا في حمص ما يحصل الان هو شيء ليس فقط جرائم ضد الانسانية هو يفوق هذا عايزك تشرحيلي يعني عايزك تريد بالضبط ايه اللي بيحصل لانه بنسمع كمان انه فوق المجازر دي والشهداء اللي بيسقطوا كل يوم بنسمع كمان عن افعال مشينة جدا بتحصل ضد النساء والاطفال وايضا الرجال فعايزك تحكيلي بالتفصيل عشان العالم كله والناس يبقوا عارفين بالضبط ايه اللي بيحصل جوه سوريا ايه اولا بدي اعتذر اني هستخدم التعبير الصريح عن الافعال المشينة بيتعرض الشعب السوري الان برجاله ونسائه واطفاله الى عمليات اختصاب القصد منها الردع باي وسيلة عن هذه الثورة ايقافها بكافة السبل يعني الان مثلا في منطقة باب عمر التي نرغب في توجيه نداء استغاسل للعالم كله او يعني من الى ضمير العالم ان هذه المنطقة تباد الان تماما الغذاء ممنوع حليب الاطفال ممنوع الادوية اكياس الدم لنقل الدم لا يوجد اي شيء حتى انهم بتروا قدم طفلة اصيبت بشازية من غير اي مخدر طبعا مسألة البتر نفسها مؤلمة جدا اكيد طبعا لكن لنفكر كيف بطرت قدمها اصلا من غير اي مخدر لان المستشفيات الحكومية ممنوعة على الناس لا يوجد اي دار رعاية طبية ابدا هناك في سوريا تنطن كأولها ابدا سيارات الاستعاف هي السيارات التي يستخدمها ما نسميه بالشبيحة البلطجية لقتل الناس فبالتالي انت ليس هناك هلال احمر ولا هلال ابيض ولا اخضر ليس هناك مستشفيات خاصة المنازل الان هي المستشفيات ليس هناك اي سبيل لانقاذ اي جريح يعني رعاية طبية مدنية رعاية طبية مدنية تتم داخل المنازل ده كترة مدنيين في بيوتهم بيبقوا عاملين يعني جايبين بشوية اكويبنس وحاطين حاجات علشان يقدروا يساعدوا بيها الناس لكن المستشفيات ودار الرعاية الطبية بيحصل فيها ايه بقى يختطفون الجرحة يعني ايه اللي بيختطف لما بيروح الجريح او المصاب للمستشفي ايه اللي بيحصل الامن عادة يعني المستشفي نفسه واقع تحت تهديد السلطة او ان هناك بعض المخابرات في المستشفيات الموزعة يقومون بالابلغ ويختطفون الجرحة يختطفون جسس الشهداء ليستخدموها مثلا مثل عندما حصل في تفجير كفرسوسة في دمشق رموا جسس قديمة على اساس ان هذه الجسس فجرها الارهابيون ماذا فقالوا القاعدة ولا الواقفة القاعدة قالوا قامت بالتفجير وطبعا هم اللي يفجروا رموا جسس قديمة كانت قد سرقت من المستشفيات ورفضت تسليمها الى الاهل هناك سرقة جسس بشكل تجعل تجعل معظم الاهل مثلا لا يستطيعون الاعلان عن رأيهم او الاعلان عن ما يحدث لانهم يريدون ان يدفنوا هذا الشهيد وبالتالي السلطة تمسك بهذا الشهيد بالجسمان تمسك وترفض ان تعطيه لهم هناك ارهاب على كافة المستويات يعني الان السائر السوري يقول لك افضل الموت الشهادة على الدخول الى المعتقل لان الدخول الى المعتقل يعني الارهاب والتعذيب والاختصاب واشكال التعذيب التعذيب ملوش سقف يعني مفيش سقف التعذيب ممكن كل حاجة تحصل نوع المقاومة ايه او انتوا بتنادوا باين عايزين مين يقف جنبكو عايزين مين يقف وش نظام بشار عشان تقدروا تقاومه يعني اعتقد اغلب الناس ترغب بمنطقة عازلة وان نقوم بتسليح الجيش الحر بمعنى اننا نستطيع ان نحرر بلدنا بأيدينا انت كنت بتقول لي كمان فوق انه حصل انه فيه اسلحة اتهربت ودخلت جوه البلد ودي ممكن تعمل بعد كده مشاكل كبيرة جدا لا ما اعتقد انه فيه اسلحة هناك جيش الحر الذين قاموا بالانشقاق انشقوا بعضهم بالاليات لكن هناك اسلحة ما الذي تعنيها اسلحة مسدس فردي للدفاع عن النفس اسرة لديها سلاح ابيض لديها بندقية صيد للدفاع عن النساء من الاختصاب لان الامن يقوم بمهاجمة المنازل يقوم بالسرقات يقوم بالتخريب بمهاجمة المنازل يعني احنا بدأ رف انه فيه صوار بينزلوا ويحتجوا وفيه ناس اللي هم بيبقوا عادين في البيت بالزبط بيخشوا عن ناس اللي قاعدين في البيت اللي ما بيعملوش اي حاجة ولا بينزلوا ويحتجوا لكن هم طبعا نفسيا مع الصوار لكن بيخش عليهم بيهجموهم وبيخشوا يختصبوا نساءهم واطفالهم ويسرقوا دهبهم ويسرقوا مدخلاتهم ويقربوا فقط للتخريب ان يدخلوا ويكسروا كل شيء فقط لمجرد التخريب وهذا يحصل في اغلب مناطق سوريا ربما في العاصمة اقل لكن يحصل في درعة بشكل كبير جدا في حمص بشكل كبير جدا وفي ادلب ادلب وصلنا ان هناك نساء استخدموا كرقيق ابيض في هذا الزمن استخدموا كرقيق ابيض او ان ضابط يقوم باحتلال منزل ويأتي بعدة نساء يعريهم ويجعلهم يقوموا على خدمته يعني الوضع في سوريا انسانيا وضع تجاوز حدود التصور الانساني اصلا فيجب ان يقوم العالم الان يعني يجب ان لا يدخل العالم اي وسيلة من اجل حماية هذا الشعب مهما كانت الوسيلة طبعا يعني اللي حضرتك بتقولي دلوقتي ده شيء في الخيال لو الواحد حتى حاب يسرح بخياله في الشر لن يستطيع ممكن ما يوصلش برضو لمرحلة دي ممكن يوصل لحاجة من الحاجات انما مجمل الحاجات صعب جدا انه انسان يتحملها او بشر يتحملوها في حاجة جميلة اوي انا عايزة بس اعرف منك يعني تفسيرها حليك اتبع على البيتج بتاعتك على الفيسبوك ان انت عايزة تتعلمي التهريب اه طلبت من مهربين محترفين ان اخضع لدورة تدريب في التهريب التهريب لان مدينة بابا عمر تحديدا حي بابا عمر اه الان حتى بلا حليب اطفال بلا اي شيء هناك وسيلة واحدة هي التهريب ليس لدينا طرق لان حتى وحصل المحاولة ان قمنا بجمع بعض الحليب الاطفال واكياس الدم والشاش والقطن والبنج ومحاولة ارسال الى بابا عمر اعتقل الشباب اللي كانوا اخدين هذه الاشياء اعتقلوا ومفيش ممكن نقدر نقول مثلا الفائد اللي عندكم من دم وادوية ولبن ممكن يكفي مثلا قد ايه يومين ثلاثة شهر سنة ايه ممكن فيه بالصيدليات مثلا لبن اطفال بس الصيدليات مقفلة لان الوضع الاقتصادي الوضع العفوان السياسي الامني والعسكري والمدهمات التي تتم لا تسمح بفتح ابواب اي صيدليات بالتالي ليس هناك مصدر الا في تكسير هذه الصيدليات والحصول على ما يريدون وهذا صعب طبعا في ظل اصلا الوضع الامني بالنسبة مثلا لأكياس الدم لا يوجد الاطلاق هناك متبرعين فيه متبرعين يعني فيه ناس عايزة تتبرع بالدم بالضبط لكن لا يوجد اكياس ودائما عندما نقول اكياس دم لا نعني انها يعني فيها دم نعني اكياس لنقل الغلاف لنقل الدم هذا غير متوفر غير متوفر متوفر في المستشفيات الحكومية لهم فقط اما للشعب فهذا ليس متوفر على الاطلاق للدرجات دي الحصار في سوريا بلغ اقصى درجة قافل عنق الزجاجة بدون اي مساحة للتهوية ابدا بلغ اقصى درجة وفي فترة قبل درخول المراقبين العرب كانت مناطق مثل بابا عمر وقيم حواليها خندق لمنع الناس حتى من الخروج او الدخول يعني في بابا عمر الآن هناك حصار يمنع حتى العائلات التي تريد الهروب من الهروب يعني لو حد بقى تنسك لو حد تنسك هو بيهرب اما يعتقل وطبعا الاعتقال دي فكرة مميتة لأي حد مميتة طبعا اما يتلقى عليه الرصاص اما عليه ان يواجه اي مصير لكن لا يستطيع المغادرة هناك عائلات نزحت نزحت من منازلها بسبب تهدم المنازل على رؤوس اصحابها فاصبحوا في الشوارع هؤلاء بلا بطانيات في هذا البرد في سوريا برد شديد طبعا بلا بطانيات بلا حتى معاطف بلا اي شيء يموتون في الشوارع وليس بوسعنا ايصال حتى مساعدات انسانية قمنا بتوجيه الرسائل الى الصليب الاحمر ايو الروسي والصيني ايو قلنا في الرسائل بغض النظر عن موقف السياسي للحكومات التي تتبعون لها قوموا انتم كمنظمات انسانية بالدخول الى سوريا لمساعدة هذا الشعب طبعا ليس هناك رد حقوق انسانية يعني حقوق الانسانية يقولون لك شو يقولوا بي يقولوا لك نحتاج الى ممرات آمنة اوكي كيف نصنع الممرات الامنة يقولون تحتاجون الى منطقة عازلة كيف نقوم بصنعة المنطقة العازلة هذه تحتاج الى ضغط دولي من العالم كله مضبوط فبالتالي كلما حاولنا ان نجد مخرجا لما يحدث نصل الى طريق مسدود ازاي ممكن نساعد المحاصرين ونوصل لهم احتياجاتهم ايه المخرج اللي ممكن دلوقتي البلاد والجهات المعنية تقدر تساعدكم من خلاله توصل لكوا كياس دم توصل لكوا اكل ادوية اي حاجة انتوا عايزينها ازاي ده ممكن يحصل وعايزينه من مين علشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي لازم حد فيهم هيتحرك اكيد باللحظاتك بتوصفين ده اي انسان في الدنيا لازم هيتحرك ممكن تقولينا ازاي ممكن نساعد المحتاجين او نساعد المحاصرين في سوريا اعتقد اولا يجب ان نكون بضغط دولي بكل بكافة الطرق لاستماح للمنظمات الانسانية بالدخول الى سوريا اذا لم تدخل المنظمات الانسانية الى سوريا فعلى الشعب السلام لان ما يحدث هيخلص يعني هو عملية ابادة جماعية بكافة الطرق يجب اولا ان تدخل المنظمات الانسانية تأمين الممرات الامنة لقوافل للمنظمات الانسانية وبالمقابل تأمين المنطقة العازلة المسألة صعوبتها انها كلها مرتبطة في دائرة واحدة يعني المنظمة تعيدك الى الممر الامن الممر الامن الى المنطقة العازلة المنطقة العازلة الى مجلس الامن مجلس الامن الى الفيتو يعني أنتم محتاجين ضغط من العالم من كل العالم من كل العالم علشان تقدروا على الأقل مش توصلوا حتى ثورتكم تقدروا حتى تعيشوا تتنفسوا ولا مجال الآن للتراجع أصلا عن الثورة لا مجال للوقوف لأنه يعني يقال لا ثورة أفضل من نصف ثورة نصف ثورة يعني الشعب مات إلى الأبد انتهى مضبط أرجوكو أي جهات معانية أي حد مسؤول أي حد قادر أنه هو يعمل المبادرة دي ويقدر يضغط على النظام السوري بأنه هو بس يخلي الناس تعيش مش بنتكلم في ثورة مش بنتكلم في احتجاجات مش بنتكلم في معارضين أبداً بنكلم في حقوق إنسان دواء مية دم أرجوكو حد من المسؤولين يتصرف أو يتحاول يتحركوا بسرعة لأنه فيه ناس بتموت فيه ناس بتبطر أياديها وبتبطر أرجلها بدون أي بنج وهما صحيين كده عادي كل واحد فينا حط نفسه مكان الناس دي أكيد أكيد هيبقى محتاج أنه ينزلوا رسول من السماء علشان ينقذوا أرجوكو الجهات المعنية والجهات المسؤولة تتحركوا بسرعة وأنا مشكورة جداً يا أستاذة لينة على وجودك معنا النهاردة ويشرفني وجودك معنا النهاردة الله يخليك شكراً كتيراً مشاهدينك معاني الأستاذة لينة الطيبي الشعيرة وعضو المجلس الوطني السوري هزلكم مع فاصل ونرجع مرة تانية لفقرة نهارك سعيد